كيف تستخدم وتقرأ الرموز الرياضية اللي هي قدامك دي يا شباب باللغة الإنجليزية ده الدرس اللي هنتكلم عنه الآن يلا شباب علامة زائد دي تقال زي بالإنجليزي تقال plus 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 علامة نائس أو طرح minus 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 علامة يساوي تتقال زي بالإنجليزي equals 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 علامة الضرب اللي هي فيه يعني تتقال زي multiply it by multiply it by multiply it by علامة الكسمة اللي هي على divided by divided by divided by ده اختصار اللي اللي احنا قلناه علامة الجمع plus plus علامة الطرح minus minus علامة الضرب multiplied by multiplied by علامة الكسمة divided by divided by علامة يساوي equals equals تعالوا نشوف ازاي ننطق الاشارات الرياضية دياني في مسألة حقيقية هنبدأ بمسألة الجامعة ستة زائد اربعة يساوي عشرة six plus four equals two هنلاحظ ان علامة الجامعة معنها plus ويساوي معنها equals دي في عملة الجامعة هنشوف بعد كده عملية الطرح نقولها ازاي تمانية نائس ثلاثة يساوي خمسة eight minus three equals five نحظ ان النائس معنها minus ويساوي معنها equals نشوف مسألة الضرب ستة فاربعة يساوي اربعة وعشرين six multiplied by four equals twenty four علامة الضرب معنها multiplied by ويساوي معنها equals نشوف عملية القسمة خمستاشر على ثلاثة يساوي خمسة لاحظ ان كلمة تعالى معنها divided by ويساوي معنها equals fifteen divided by three equals five يبقى نلاحظ ان علامة القسمة معنها divided by ويساوي معنها equals طيب نختصر المسائل اللي فادوا كلها ستة زائد اربعة يساوي عشرة six plus four equals ten تمانية نائز ثلاثة يساوي خمسة eight minus three equals five اربعة في ستة يساوي اربعة عشرين four multiplied by six equals twenty four خمستاشر على الثلاثة يساوي خمسة fifteen divided by three equals five شكرا يا شباب وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد قشاوي التعليمية موسيقى